إرسال الجيوش والسراي إلى بلاد الشام باستمرار هذا دليل على أنها مقدمة فعلية لفتح بيت المقدس وهي من باب الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس إرسال السراية كان من باب تدريب القادة والجنود لاستطلاع القادة والجنود على الطرق ومعرفة الطرق كيف يخرجون من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ويتعرفوا إلى مناطق وإلى طرق وإلى خبايا قد لا يكونوا قد وصلوا إليها من ذي قبل أما المعارك فكانت مهمتها التخلص من العقبات الكبرى تمهيدا لفتح بيت المقدس يوضح تلك الغاية غاية النبي صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس ما ورد في البداية والنهاية قوله أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنو إلى أدان الشام هذه العبارة تدرك مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الشام وبالتحديد بيت المقدس كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصن في المدينة المنورة وينتظر الجيوش لتأتي إلى الجزيرة العربية وتقطع هذه المسافة في المناطق الصحراوية ما أن يصل إلى المدينة وإذا به يصل منهكا لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر ذلك وخرج بالجيوش وأمر الجيوش وقادتها وجنودها يخرجوا ليقدموا ويتعرفوا على تلك المناطق وعلى تلك الطرق ويضحوا بأموالهم وأنفسهم ليعلموا وتنغرس حب فلسطين وبيت المقدس والشام في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن يأتي بعدهم هذه الروح تتحصل بأن يذهب إلى بيت المقدس ويطأها بقدمه كيف لا؟ إن لم يفعل ذلك بعينه ويذهب ويخرج من المدينة المنورة ويخرج من الجزيرة العربية ويصل إلى تلك المناطق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر كما بشر برحلة الإسرائي والمعراج عندما فتح بهذه الرحلة فتحا روحيا وكانت السرايا والمعارك مقدمة لفتح بيت المقدس ترجمة نانسي قنقر